يبقى زي ما قلنا ال WK Actual هتساوي ايه الفاكتور اللي اسمه بيتا مضروف في الاس مضروف في الابسلون البيتا بكام على طول 1.7 الاس زي ما قلنا حسبناه من القانون بتاعها وبتطلع بالملي النقص عندنا نحسب الابسلون بكام فاكر ايه المقصوب بالابسلون الابسلون مقصوب به استرين الحديد بتاع التنشن فلما تيجي تحسب القانون بتاع الابسلون بما ان الابسلون ده استرين حديد التنشن فاكر من شكل stress strain curve بتاع الحديد قلنا فوق هنا الف اس اللي هو stress الحديد ولو تفتكر الافق هنا كان strain وفاكر شكل stress strain curve بتاع الحديد كان بيبقى عامل ازاي بيطلع الاول خط ميل لحد ما يوصل نقطة اليلد وبعدين يبتدي يحصل اليلد ولو تفتكر الخط الميل ده الميل بتاعه كان بيسوي كام اس فاكين لهوكم ساميه المودلس الفلاستيستي بتاع الحديد او ساعتكم ساميه يونجس مودلس فاكر كان بيكامل اس كان بيسوي اتنين فعشرة قص خمسة نيوتن بر مليميتر سكوير بما ان انت عارف ميل الخط ده لو احنا جينا عند اي نقطة على الخط ده مش الميل ده مفروب تسوي الطول الرأسي عالطول الافقي طب ما الطول الرأسي ده اللي هو الاف اس والطول الافقي اللي هو الابسلون اس ده معناه ان الاف اس هتسوي كام دايما هتسوي الاف اس مقسومة على الافتلون اس طب تقدر تطلع الافتلون اس الفوق وتنزل الاف اس لتحت يبقى تفهم كده الافتلون اس عندنا هتسوي كام هتسوي الاف اس على الاف اس ايه المقصود عندنا بالاس ده المودلس افلسسي بتاع الحديد اللي هو بنسمي يانجس مودلس اللي هو بيبقى اثنين في عشر قصة خمسة والاف اس ده زي ما قلنا ده الاسترس اللي بيأثر على الحديد ده كده القانون المفروض يحسب الاسترين لكن علشان احنا بنتكلم على حديد موجود جوه الكاميرا موجود حديد بيور كده موجود في مكانة الشد فعلشان كده هتلاقي ان لسه الاف اس على الاف اس ده بيضر في فاكتور معين الفاكتور ده بيساوي كام بسعي واحد ناقص فاكتور اسمه بيتا 1 في فاكتور اسمه بيتا 2 في استرس اسمه fsr مقسوم على الاف اس الكل سكوير تعال نبتدي نعرف الفاكتور زي كلها ونشوف بتتحسب ازاي اول حاجة الفاكتور اسمه بيتا 1 ده برضو عبارة عن فاكتور اللي يعلاقها بسطح السيخ هيتخد ساعتها ببوينت 8 لو السيخ ده دي فورمت فاكين قون يعني فيه نتوقات وهيتخد ببوينت 5 لو السيخ ده سموث البيتا 2 عبارة عن فاكتور ليه علاقة بالتايمينج ليه علاقة بالوقت هو احنا هنا بنحسب السترين في الشورت ترم واللونج ترم هتلاقي البيتا 2 بيتخد بواحد لو احنا بنتكلم على شورت ترم لودنج يعني معنا صح انت بتحسب عرض الشرخ بعد شوية صغرين قوي من فك الشد الخشب وهيتخد ببوينت 5 لو احنا بنكلم لونج ترم لودنج يعني انت بتحسب عرض الشرخ هنا بعد فترة كبيرة ما شلنا لشدة يعني مثلا بعد خمس سنين فالطبيق دلوقتي البيتا 1 والبيتا 2 يتخدوا بكم وكم بما ان احنا الطبيق بنستخد المسياخ فبتاخد البيتا 1 ببوينت 8 والطبيق ده من احنا بنعمل شاك على اللونج ترم لودنج اللي هو بعد فترة كبيرة عشان تبقى ديه الحالات كريتكال فبتاخد البيتا 2 ببوينت 5 يبقى عايزك تحفظ ان البيتا 1 والبيتا 2 برضو بالصفة طلعوا كم وكم فاكر في القانون الاولاني كتك K1 و K2 وهنا بالصفة برضو البيتا 1 والبيتا 2 يبقى انا كده عارف البيتا 1 والبيتا 2 وزي ما قلنا قبل كده فكين اللي هي بنسميها بتاع الحديد ده كان بكام كان بسوي 2 في 10 أس 5 ده بالنسبة للإي اس يبقى انا كده بعرف احسب البيتا 1 والبيتا 2 والإي اس نقص عندنا اللي هم الاف اس اللي هتكتب هنا وهنا والاف اس ار معناهم ايه الاف اس مقصوب بيه استرس الحديد في اللحظة اللي انت بتحسب عنده يعني بمعنى صح المومنت اللي بيأثر بيبقى الام اكتشول وطبع خبالك ده بيتحسب برضو عن طريق الوركينج لودز مش الالتمنت ليمت لودز طب الاف اس ار مقصوب بيه ده عبارة عن استرس الحديد في اللحظة الخرصانة لناحية التنشن هتبتدي يتشرخ فاكر خرصانة التنشن بتبتدي يتشرخ امتا لما يبقى المومنت اللي بيأثر قيمته ام كراكينج يبقى خبالك تاني الاف اس ده مقصوبي استرس الحديد في اللحظة اللي احنا بنحسب عندها بالظبط يعني المومنت اللي بيأثر بيبقى اما اكتشول لكن الف اس ار ده سترس الحديد في لحظة الكراكينج يبقى ساعتها المومنتة لأتحط بالام كراكينج بالضبط طب نحسب زي الف اس والف اس ار مش الاتنين دول سترس حديد تعال نفتكر بسرعة واحنا بنحسب معادلة النورمال سترس زي ما قلنا القطاع بعده هتبقى عندك وفاكين في الحالة دي القطاع مفروض مشرخ ولا مش مشرخ طبعا مشرخ ده انا بحسب عرض الشرخ فبالتالي هنا هتلاقي ان الجزء اللي هتتنشن كله مشرخ يعني هو وجزء اللي في كومبريشن هو لشغال فاكر الجزء بتاع كومبريشن بنسمي مسافة بتاعته اسمها زد والمسافة من نيوترل اكس الحديد كان اسمها دي معنى الزد فاكر الزد بتتحسب ازاي عن طريق الميزان ان انا بقول الاريا دي في بعض السيجي بتاعها نيوترل اكس هنا هتساوي الاريا دي بعض السيجي بتاعها نيوترل اكس هنا ونطلع قيمة الزد وانسى ان انت طلعت الزد بتعرف تحسي قيمة الانيرشيا طبعا أنهي إينارشيا لو تفتكر طبعا اللي هي ال-I crack قلنا لأن القطاع هنا أكيد مشارغ فاكر معادلة النورمالسترس على الحديد اللي هي المفروض موجودة بالزبط عند النقطة دي ليه هنا؟ كان المفروض بتسوي إيه؟ قلنا قبل كده معادلة النورمالسترس على الخرصانة كان بتسوي M في Y على I لكن فاكر معادلة النورمالسترس على الحديد كان بتسوي دايما ال-N الأول في M في Y على I تقدر تقولي ال-N بكم؟ فكذا احنا قلنا قبل كده دايما لو أنت بتعمل check deflection بتاخد ال-N بعشرة لكن لو زي هنا أنت بتعمل check crack width بناخد ال-N دايما بـ 15 فوضح أننا هنا هعوض ال-N بـ 15 بالنسبة لل-Y إيه المقصوب بال-Y لو تفتكر بعض النقطة اللي احنا بنحسب للسرس عندها عن يوتر الأكسر بما أننا بحسب للسرس على الحديد اللي هي عند النقطة دي يبقى ال-Y عندنا هتبقى بكام هتسوي مسافة دي كلها اللي هي لـ D-Z طبعا لأني هي I هو قطع مشرخ ولا مش مشرخ طبعا مشرخ بس عدتها هنا تقسم على I crack ده كده القانون اللي بيحسب normal stress على الحديد ال-N اللي هي بـ 15 في M في Y على I بتكمل Y بتدي معنى الزد وال-I هنا اللي هي I crack بس لو تفتكر ال-FS كان معناها إيه ده stress الحديد في اللحظة اللي احنا بنحسب عندها عرض الشرح يبقى ال-M اللي عندي هنا المفروض أنهي مومنت المفروض المومنت اللي بيأثر في اللحظة دي فكنا هو بنسميه عندنا M actual وطبعا ال-M actual ده احنا جابينه من أنهي loads من working loads مش من ultimate limit loads بالنسبة عندنا لل-FSR فاكر نفس القانون بالظبط ببقى أنهو برضو عبارة عن stress الحديد بيحجب معادة normal stress بيساوي كم N في M في Y على I وبرضو ال-Y عندنا اللي هي مسافة دي اللي هي D من الزد وال-I اللي هي I crack لكن يفرق في إيه فكنا قلنا ال-FSR ده مقصوب بيسرس الحديد لحظة من خلاصاتنا في التلشان بتشرخ ده معناه أن ال-M اللي هنا هنعود بيها ب-M cracking يبقى واضح أن الاتنين نفس القانون لكن واحد بتعود بال-M actual والتاني بنعود بال-M cracking فقدر ساعد تحسي قيمة ال-FS وال-FSR يبقى أنا كده عرفت أعوض وطلع قيمة ال-Y عندنا بكام